المعريض الدولي المكناس للفلاحة كيعود في النسخة الخمستاش بعد واحد الغياب ديال ثلاثة سنوات بفعل الجائحة كوفيد يعني تسعتاش وغادي ينضموه ان شاء الله على موضوع ديال السيادة ديالجيل الأخضر وتنزيل ديالجيل الأخضر كأساس للاستدامة للسيادة الغذائية للبلدنا وهذه الستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية التي طلقها جلالة الملك حفظه الله في 2020 والتي جاءت من بعد مخطط المغرب الأخضر والتي تعطينا الرؤية من هنا لألفين وثلاثين فيما يخص التأقلم ديال الفلاحة المغربية والعمل على وضع الإنسان في قلب المعادلة ديالتنمية وكذلك فيما يخص تثمين ديال المنتوج الفلاحي والزيادة في القيمة المضافة على الصعيد المحلي فالهدف الأسماء هو العمل على بروز طبقة فلاحية وسطة كما دعا جلالة الملك حفظه الله في الخطبة دياله لهذا الهدف فالضيف الشرف هذه السنة سيكون هي المملكة المتحدة واللي كذلك يكون عندنا تنظيم عدة أنشطة بما فيها المناظرة الوطنية للفلاحة حول نفس الموضوع اللي هي السيادة الفلاحية والأسس للسيادة الغذائية وكذلك هذا الشيء دياله غيزيليونس ولا ديال التأقلم مع التقلبات المناخية اللي كنعيشوها خصوصا بعد هذا الجفاف المطول واللي هناك يعني تكنولوجيا وبحث وتقنيات جديدة وكذلك إعادة النظر في المنظومة ديال الزراعات الغذائية باش نمشي والمنظومة اللي هي مستدامة واللي متأقلمة واللي كتخلينا باش غدي نزيده في الانتاج ولكن بأقل استعمال من المواد الموارد يعني الطبيعية وخصوصا المياه وهذا يعني الجانب ديال المياه بلادنا خطط واحد خطوة جد مهمة فيما يخص يعني لا الاقتصاد مياه يعني السقي ولا في تعبئات مياه السقي اللي هي ماشي معتادة كتحلية ديال ماء البحر وكذلك السقي بالانظمة للانظمة ديال التنقيت واللي اليوم وصلناك تقريبا خمسين في المئة من المساحة على الصعيد الوطني اللي هي تحت هاد الانظمة واللي كتخليناك نقتصدو واحد زوج المليار ديال المتر مكعب سنويا وهذا الزوج المليار هي اللي كتخليناك نزيدو في الانتاج وكنوسعو في المساحات ديال الانتاج جاوة الشامي من دوب الملتقى الدولي للفلاحة نحن في تهيئ الدورة 15 اللي كانت تلغات الى قلتو نهر 3 شهر ديال شهر مارش 2020 حيثو كان الالغاء ديال 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 دورة 15 هو اللي اللي اعطاء واحد الاشارة قوية للمغاربة بانا يعني الوباء سيكون يعني اه واحد خطير بالنسبة للجميع واحنا جد سعداء اليوم اه في خلال هاد تهيئ باش كنلاحظو واحد الاهتمام اهتمام جد مهم بالنسبة للعارضين بالنسبة الممويلين وبنسبة للشركاء كلهم ديال ديال الملتقى الدولي اه حيثو كان كانتمنىو باش هاد العام اه يعنين راهنين على اه ارقام اللي اه غاد زيد اه بالنسبة للملتقى الملتقى المغربية ملتقى افريقية ملتقى دولي باش يحطم ارقاب اه اه جد مهمة واهم من من دورة اه اه السابقة هاد الدورة 15 غا تكون ما بين اه جوج حتى ال700 للمقبيل ومخلال هاد اه هاد الدكلاراسيون كان اه اه كان ندعي جميع المغربة باش يواكبوا هاد دورة 15 ان شاء الله ما تنسوش تابونا وفلاشين وتاكتيفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس واتفقت اجيو مع صحابكم موسيقى موسيقى